نعقد اليوم جلسة تفاعلية مع المجتمع الجمعيات الغير الحكومية بالأساس حول للطلاعهم حول ما قامت بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب منذ إحداثها في شتنبر 2019 قبل هذا اللقاء أعقدنا كذلك لقاءات مع الإدارة العامة للأمن الوطني والقيادة العلية للدرك الملكي وللإدارة العامة لإدارة الشجون في إطار لتطوير مهامنا ولمتابعتي والتفاعل والحوار حول تنفيذ توصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب للمجلس الوطني حقوق الإنسان بطبيعة الحال هذا اليوم عنده أهمية بالنسبة لنا أولا هي الدكرة العاشرة بعد مصادقة المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري وإحداث الآلية وكذلك الدكرة العشرين لهيئة الإنصاف والمصالحة التي كانت من أهم توصياتها كذلك هذه المصادقة وإحداث هذه الآلية لوزيارة كل أماكن الحرمان من الحرية تفاديا لعدم تكرار ما جرى سابقا من امتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ينظم المجلس الوطنية حقوق الإنسان هذا اليوم لقاءا تواصليا مع مكونات المشاعة المدني وهذا يأتي تبعا مجموعة هذه اللقاءات والحوارات التي بدأها المجلس الوطنية للحقوق الإنسان للتعريف بالآلية للتعريف بعملها بطريقة الشغالية لها والإنجازات لها إذن في هذا اليوم ما تكون مناسبة لنقدموا ورقة تعريفية على الآلية الوطنية المتحدة وكذلك وبالخصوص فيما خص الزيارات التي قامت بها لجميع أماكن الحلمان من الحرية في جميع جهات المملكة والتي وصل عددها 98 زيارة واتكون كذلك مناسبة لتقديم أهم الخلاصات التي سخلصتها الآلية من خلال زيارتها لهذه الأماكن ومن خلال الخلاصات يتبين جليل أن هناك تطور هناك تحسين لمستوى وضعية أماكن الحلمان من الحرية وكذلك معاملات المحنومين من الحرية وكان أكدوا على التعاون الإيجابي لجميع المسؤولين عن أماكن الحماية من الحرية فيما خص التعامل مع الآلية الوطنية وقيمة التالية بالنسبة للآلية من بين كيفما جاء في العرب بأنها تبنت وحدة المجموعة من التقارير الموضوعاتية كتهم الناس اللي هما في هاشاشا يعتبرون في فضعية هاشاشا أول تقرير موضوعاتي ستبدأ به إلى جانب العمل الخاص الذي هو زيارة جامع أماكن الحرمان الحرية تقرير خاص بالنساء الساجينات تقرير خاص بالنساء الساجينات جاء من أولا كين هناك اهتمام دولي بهذه النساء الساجينات فالجمعية الدولية دي المناهضة التعذيب مهتمة دابا بتقارير وكالطالب الدول باش يدروا تقارير بتالين مغرب راس بباقل هاد المسآلة كي واكب هاد الناقاش الدولي النقطة التانية أولا من اللي تبنيناه درنا بجانسوه واحد المجموعة من الاجتماعات دارسنا في هالموضوع كيفاش غاد نتناولوه أول حاجة اسسنا للمرجعيات المرجعيات كين مرجعيات كتير ومتعددة لكتهم حقوق النساء المحرومات من الحرية ولكن ما بغيناش نديرو ذاك تشتيت اعتبرنا المهم اللي كين هو في قواعد بانكوك وليوم ما كين في قواعد نيلسون منديلا والقانون الداخلي الوطني ديالسوجون اللي هو رقم القانون رقم 23-98 خرجنا منه مجموعة من القواعد اللي كنقلبوها عبارة عن أسئلة كنديروها في مجموعة من الاستبيانات يعني استبيانات يعني كين الاستبيان مثلا على كل استبيان خاص من كين استبيان اللي خاص بالوضعية المعيشية داخل السجون يعني كيف كيف يعيشنا النساء حقوقوا هنا داخل المعتقل كين وضعية اللي خاصة بالجانب بكل حقوق اللي كتمسهم حق الصحة الحق في التكوين والتأهيل بشي عاودي الدمجو هذا موهم بزاف لأن فيه خاصة والحق أيضا في المعيشة في حقوق اليومية بما فيها استحمام تمكينهم الوسائل خاصة بالنساء في مسائل ديال الدورة الشهرية دياله حقوق المرفقات أطفال واشكي وجدوا لمشي فضاء خاص واشكي وجدوا لمتغذية تقرير هذا في ألف عين وعين 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 هذا كله غادي هذا هو الدراسة ديالنا على كل حقوق اللي هي خصتها تكون وقع عليها المغرب وخصتها تكون مفرة في هذا وبالتالي نقترحوا تنصيات للنهوض بأوضاع هذه النساء وخصوصا تأهيلهم لإعادة إدماجهم